اشتركوا في القناة حقك كذا فلان يذمك فلان يسبك فلان يعرض بك فلان لا شوف يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام في رواية لا يدخل الجنة قتات قتات يعني نمام الذي ينقل الحديث على وجه الافساد على وجه الافساد وفي حديث اخر ليس بالنمام الذي ينمي خيرا او ليس بالنمام الذي ينمي خيرا او يقول خيرا يعني ليس من النميمة من ينقل الخبر الجميل او يقول خيرا حتى ولو ولو ما حصلش يعني يقول خيرا من اجل الاصلاح من اجل التقريب شايفت نم متبعدين متخصمين متنافرين يقول له انت انا خصي ده فلان ده بحبك فلان بحبك ده بيمدحك ده بيمدحك يثني عليك خيرا فلان ده يتمنى يتمنى ان يكون بينك وبينه التقاء ومصالحة خلي بالك هذا يدل على كمال المروءة ويدل على خلو قلبك من نزغات الشيطان ان الشيطان مالوش مالوش اليك سبيل ويدل على انك مطبوع على حب الخير للناس ولك على ذلك اجر عظيم شو بقى التاني التاني ممكن يخترق الكذب ممكن يقول كلام يثير به حفيظة الغير يقول له انت انت لك حق انك تبعد عن فلان ده ده فلان ده مش كويس ده فلان ده بيعمل كذا وين الاخبار قد تكون الاخبار واقعة وقد يخترق الكذب فخلي بالكم هذه من افات المجتمع وخصوصا ترىها في كثير من النساء من افات المجتمع بل وايضا يوافقهن على ذلك بعض الرجال بعض الرجال الذين استهواهم الشيطان استهواهم الشيطان اتخذهم جندا له يسخرهم ويرسلهم ويوجههم الى اشاعة اشاعة الزور والكذب والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من اكبر الكبائر او من الكبائر قول الزور مش شهادة الزور بس قول الزور يعني انك تقول كلام مش مظبوط تنقل كلاما لم يحدث او حدث بالفعل